السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا خالد حبش وأحبب في هذا الفيديو نعرفكم على شيء مهم جدا كي نفهم الانتخابات الأمريكية وهي تركيبة الديمغرافية السكانية للناخبين الولايات المتحدة الأمريكية قار وهي ثالث أكبر دولة في العالم ويسكن في الولايات المتحدة الأمريكية حسب مصلحة الإحصال الأمريكي 330 مليون إنسان أمريكا أيضا هي أكبر ديمقراطية في الغرب والثاني أكبر ديمقراطية في العالم بعد الهند لكن لو راقبنا شرائح الانتخابية نجد شيء عجيب أول مفاجأة سيجدها الباحث هو أن هناك 27% من الشعب الأمريكي لا يحق له التصويت في الانتخابات بالدستور والقانون لو فكنا هذه الشرائحة التي لا يحق لها التصويت في الانتخابات فهم أغلبهم من هم دون سن البلوغ وشريحة أخرى كبيرة هم من المقيمين النظاميين سواء باللجوء السياسي أو بفيزة الدراسة أو بفيزة العمل وأكبر شريحة منهم هم الحاملين للغرين كارد أما المقيمين الغير نظاميين والمتسللين عبر الحدود ربما يصل عدوهم إلى 50 مليون وهم غير محسوبين في كل الإحصاء لسنة 2020 لو رجعنا إلى نتائج الانتخابات في سنة 2020 وحسبنا عدد المصوطين الإجمالي في الانتخابات الأمريكية من الحزب الديمقراطي بلون الأزرق ومن الحزب الجمهوري بلون الأحمر والبقية لو وجدنا أن العدد الإجمالي هو 158 مليون صوت بواقع 66% من إجمال عدد السكان إذن هناك نسبة كبيرة غائبة اللون البرتقالي في الرسم التوضيحي يرمز لشريحة كبيرة من الناخبين الأمريكيين المؤهلين للتصويت في الانتخابات والمحجمين تماما وتاريخيا هناك شريحة في داخل الشعب الأمريكي كبيرة جدا ربما تصل إلى ثلث الشعب الأمريكي لا يؤمنون بالانتخابات ويكرهون الانتخابات بعضهم أيضا منشغلين في مشاغل الحياة وكثير منهم من الشباب الذي لا يهتم بالانتخابات ولا يشعر عن الانتخابات تؤثر على حياته بطريقة إيجابية ويضا هناك شريحة تسمى بالمهملين ويدكرها دائما دونالد ترامب في كل خطاباته وهذه الشريحة تمكن دونالد ترامب من استخراج 14 مليون منهم في سنة 2016 وتمكن من الفوز في الانتخابات بسبب هذه الشريحة إذن الفائز الحقيقي في الانتخابات دائما هو من يستطيع أن يستخرج من هذه الشريحة أكبر عدد ممكن وكل الدراسات والمناظرات والاستفتاءات لا تشمل هذه الشريحة لذلك هي ليست مرشدة ولا أحد يستطيع التنبؤ من نتيجة الانتخابات من هذه الشريحة أيضا نستنتج أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ديمقراطية ضعيفة المشاركة الشعبية ولا تقارن بديمقراطيات الأخرى حول العالم لو نظرنا إلى رقام التصويت حسب العرق في الانتخابات السابقة نجد أن الأمريكيين نلبيضهم الأعلى نسبة يليهم اللاتينين ويليهم السود ويليهم باقي الأقليات أما لو نظرنا إلى القاعدة الانتخابية حسب الأجيال في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الشريحة التي يعتمد عليها الحزب الجمهوري تاريخيا هم البيبي بومرز والسايلنت جنريشن هم الأكبر الذين عاشوا في فترة الحرب العالمية الأولى والثانية هم الآن الأقلية يمثلون فقط الثلث أما الجنريشن إكس والمالينيز والزي ومن لحقهم هم أجيال جميعها هم القاعدة الجماهيرية للحزب الديمقراطي أما عندما يأتي الحديث عن التصويت فإن نسبة التصويت لكبار السن عالية جدا في أحيان كثيرة تصل إلى الضعف بالمقارنة بالأجيال الشابة العامل الأخير الذي أود أن أشاركه هو عامل الفرق بين الجنسين ورغم أنه في الولايات المتحدة الأمريكية الرجال والنساء متساوين في العداد أو الذكور والإناث متساوين تقريبا في العداد إلا أن مشاركة النساء عالية أهم شيء نحتاج أن نعرفه من كل هذه الأرقام والإحصات أن الحملات الانتخابية لدى كل المرشحين الرئاسيين تركز على استخراج أكبر عدد ممكن من هذه الشريحة التي لا تشارك الانتخابات باللون البرتقالي ومن يستطيع استخراج أكبر عدد منها سيفوز في الانتخابات وهم أقرب للشباب والأقليات وهم أقرب للرجال من النساء أتمنى أن تكون هذه المعلومات عجبتكم وأفادتكم وسأعود إليكم إن شاء الله في فيديو آخر تعليمي عن الانتخابات الأمريكية شكرا أراكم قريبا